تعرفون حرب الإعلانات اللي تتم بين بيبسي وكولا وشنو قصة بدايتها وبسولكم عن بعض الإعلانات القوية وشنو علاقتها في أهم حدث رياضي سنوي في أمريكا ويمكن هو يعتبر ثاني أهم حدث رياضي على مستوى العالم هذا سألمكم الله ثاني أهم حدث رياضي سنوي تم بعد مباراة نهاية الشامبيزليك مباراة اسمها السوبر بول نهاية كرة القدم الأمريكية هالمباراة هذه تتم بشكل سنوي في أول يوم أحد من فبراير وهالمباراة تعتبر هي أهم مباراة على مستوى العالم من ناحية الإعلانات ومداخيل الإعلانات أنتم متخيلين أن في المباراة هذه اللي تتم مرة بالسنة إجمالي عدد الإعلانات أو إجمالي دقائق الإعلانات في هذه المباراة 45 دقيقة دخل أكثر من 600 مليون دولار قيمة الثلاثين ثانية بس خمسة مليون دولار يعني تقريبا الثلاثين ثانية بمليون ونص دينار كويتي طبعاً بتقول بينك وبين نفسك اش دعوة هالمبلغ إيه المباراة هذه يشوفونها في نفس اللحظة من ناحية الحضور من ناحية المتابعة على التلفزيون والموبايلات وغيرها أكثر من 180 مليون مشاهد في نفس اللحظة فبالتالي هذه على مستوى أمريكا هي تعتبر الأعلى وعلى مستوى العالم هي الأكثر من ناحية الإعلانات خنقلكم قصة الزخم الإعلامي هذا شلون بدت؟ من سنة 1975 شركة اسمها ماسترلكت بيع قفول قفل قفل عادي سوت إعلان مدة 30 ثانية في نهاء السوبربول لكن فكرة الإعلان كانت ذكية جابت قناص والقناص هذا رمى القفل القفل نعم صج اخترقت طلقة ولكن بقى القفل مغلق الإعلان هذا اللي مدته 30 ثانية بس يا جماعة حول مبيعات الشركة 30 ثانية هذه حول مبيعات الشركة من 35 مليون دولار بالسنة إلى 300 مليون دولار بالسنة تقريباً ضاعف مبيعات الشركة 10 أضعف من هنا التفتو الشركات لهذه المباراة وأهمية الإعلان في هذه المباراة ولكن بإعلانات ذكية ولأن متابعين السوبربول يستهلكون أثناء مشاهدة هذه المباراة أكثر من مليار دولار على المشروبات الغازية بيبسي وكولا وغيره هنا قاموا يضخون ضخ بيبسي وكولا على هذه الإعلانات وأصلا بدت حروبهم الإعلانية من هذه المباراة سنة 1991 في فبراير طبعا مباراة تم أول أحد في فبراير بيبسي سوت حملة إعلانية سوت غنية وسوت وزعت تيشيرتات وتبي تصنع هبه ورقص وشذي الحملة هذه صارت عكسية عليهم ليش؟ ما إحنا قلنا المباراة في فبراير أول أحد من فبراير 1991 عز حرب الخليج وحرب تحرير الكويت والأمريكان كانوا يقاتلون بالخليج وكان الرؤية العام الأمريكي يقول عيالنا يقاتلون ويموتون بالحرب وانتوا أغاني ورقص وبنفس الوقت كوكوكولا صادتها من العلانات ينعرضون في نفس المباراة وبنفس التوقيت تقريبا كوكولا نزلت إعلان ضربة معلم إعلان عبارة عن بيان شاشة سودا وكلام بالأبيض ومذيع يتكلم يقول بما أن أبنائنا يقاتلون في الخليج يدافعون عن الحريات ويدعون إلى السلام كوكولا تعلن عن تقديم مليون دولار لأسر الضحايا ولكم أنتو إذا شربت كوكولا أمسح وربح تربح أنت مليون دولار وأسر الضحايا بعد مليون دولار هالإعلان كسر الدنيا وصار ضربة قاسية لبيبسي ورقص بيبسي ومن بعدها بل لشيت بينهم حرب الإعلانات بيبسي ردت ونزلت إعلان الشمبانزي الإعلان هذا جابت قردين عزكم الله وحطتهم في مختبر وكأن تقيس مدى ذكائهم هذا يشرب كولا وهذا يشرب بيبسي كوكولا تطور شوي وصار يأدي بعض الحركات أما القرد اللي كان يشرب بيبسي من ذكاءه هرب حتى من المختبر كذلك إعلان كاميرات المراقبة اللي يقول أنه أوكي موظفين كوكولا يشتغلون عشان لقمة العيش المسؤولة عن مباراة سوبربل طبعا كل حماسهم وحروبهم الإعلانية تتم في هذا الموسم في عز نهائي مباراة السوبربول تتم هذه الإعلانات الحماس فيهم وضربهم بعض وصل لدرجة أن هيئة السوبربول وقفت بعض الإعلانات وألغتها من ضمن هذه الإعلانات اللي تم إلغاءها هذا الإعلان المشهور للطفل اللي يوقف فوق كوكولا الإعلانات اللي تم في مباراة سوبربول ضخمة وقوية لدرجة أن الشركات تدفع ملايين مو بس على استئجار الثواني هذه من المباراة لا تدفع ملايين على الفكرة والإخراج وتجيب مشاهير من هوليوود ومشاهير مخرجين من هوليوود بس عشان يخرجون هالثلاثين ثانية من الإعلانات الأيقونية اللي تعتبر في مباراة سوبربول إعلان أبل اللي تم سنة 1984 ذاك الوقت كانت شركة APM مسيطرة على الأجهزة وصناعة الأجهزة وشركة مايكروسوفت ويندوز مسيطرة على أنظمة التشغيل جت شركة ماكنتوش وتبيت تطلع ما بينهم فسوت هذا الإعلان اللي تعبر فيه عن كسر الاحتكار وتقول أنا موجودة وخلاص الناس لمتى أجهزتهم من هذه الشركات شوفوا الإعلان الرائع هالإعلان سبب نجاح باهر لشركة أبل اللي حاولت أنها تكرر السنة اللي بعدها في السوبربول قالت خلاص خلنا بدع بعد بإعلان ثاني وسوت هذا الإعلان اللي يعتبر أسوأ إعلان حتى أبل اعترفت أن هذا أسوأ إعلان سوته ومن بعده اعتزلت الإعلانات في مباريات السوبربول ومثل ما قلت لكم الشركة تدفع ملايين حق المخرجين عشان تنتج هذه الإعلانات شركة دوريتوز مالة البطاط الشبس فكرت بطريقة مختلفة قالت يبقى بدل أجيب مخرجين وممثلين ويسوون يبقى خلنا نسوي مسابقة حق الناس يا ناس اللي يبي ينتج فيديو سوي مسابقة انتجوا إعلان لدوريتوز بفكرتكم وبطريقتكم واللي راح يفوز راح أعرض إعلانه في مباراة السوبربول يكثير له سمعة وزخم وفعلاً انتجوا شباب هذا الإعلان اللي انشر تشركة دوريتوز في مباراة السوبربول وكافأتهم بمليون دولار لو كان مبارااً، كان مباراً المإنسى صيحه المتقد جزء ماهوهك إنه حسناً عزيزة لا، إنه حقق هل يستطيع أن تشريب في دوريتوز في مباراة السابقل؟ أكبر أن هذا هذا يس إفريدوز لن ألعى ذلك من الموضوع نكون؟ وليس له هذا لشريب كانت هذه بعض أهم الأعلانات التي تتم بشكل سنوي في مباراة السوبر بول بالمناسبة مباراة السوبر بول السنة القادمة تقريبا بعد شهرين في أول أحد من فبراير تم بيع كل الأعلانات من نوفمبر الماضي تقريبا بأكثر من 600 مليون دولار للـ 45 دقيقة بس كانت هذه فقرة تالي الليل من أخوكم محمد الحسنان اللي إن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيها الآن أقدر أقول لكم تصبحون على خير